هبدأ الأول استهلالاً بقمة القاهرة للسلام ما بين مشاركة واسعة جداً من القدو الزعماء الدوليين والعرب وما إلى ذلك والكلمات اللي تم الإدلاء بيها وصولاً إلى أنه هنوصل بعد شوية لما سألت بقى هنا أدوار للبرلمانات العربية بس هبدأ الأول بالقمة هو أنا أول عشان أتكلم عن قمة القاهرة للسلام أنا بس عايزة أدي خلفية صغيرة جداً على الدور المصري اللي أدى لهذا الخطور الكبير جداً مصر من 7 أكتوبر وهي بتحاول أن هي تفهم أن العالم طبيعة الصراع اللي حاصل لأن من ناحية إسرائيل بتحاول تظهره على أنه دفاع شرعه عن النفس في حين أنه هو عملية إبادة جماعية وعملية تصفية للقدار فلسطيني من ناحية أخرى اللي كان بيساند الرواية الإسرائيلية الصحف الأمريكية والصحف الغربية عموماً وإحنا لاحزنا الترويد لسيناريو النزوح إنه هو السيناريو الوحيد لحل القضية الفلسطينية وبالتالي دون الحديث عن إن ده يمثل تهديد للأمن القومي المصري بالتالي السيد الرئيس كان ليه تحرقات سريعة جداً ورسائل مباشرة بدأها في تخريج دفعة الكلية الحربية وقال صراحة قدام طبعاً كل الفرق من الجيش حاضرين وطبعاً دفعة كاملة من خريجي كلية الحربية إنه إحنا لا نقبل المساس بأمننا القومي ولا نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ودي كانت أول رسالة بعثها السيد الرئيس للداخل وأيضاً للخارج الرسالة التانية كانت دعوته لاجتماع لمجلس الأمن القومي ومع إنها دعوة الرئيس لمجلس الأمن القومي معناها إن فيه تهديد مباشر لأمننا القومي يستلزم هذا الاجتماع والوقوف على الموقف واتخاذ موقف وقرارات تجاه هذا التهديد وقد كان وطبعاً كان من مخرجات هذا الاجتماع وطبعاً الدعوة لمؤتمر القمة والحقيقة إن أنا شايفة إن هي يعني الرئيس بنظرة السباقية ووجد إنه لازم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه القضية المحورية اللي بتؤثر على الأمن والسلم مش الإقليمي فقط ولكن التولي أيضاً بالتاني أكد طبعاً على إن هو بيرفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمننا القومي في المناسبة التالتة دي كانت مفاجأة لنا كلنا كمصريين ويمكن للعالم كله إن يتم إذاعة حديث مع وزير خارجية الأمريكي وبنباشر يعني على قدام الناس كلها والساد الرئيس يشرح لوجهة النظر المصرية في حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وأيضاً يؤكد على رفض سيناريو النزوح ولو إحنا شايفين في كل اللقاءات الساد الرئيس سواء كان مع رئيس الوزراء البريطاني أو كان مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وضع خريطة مصر في خلفه فبالتالي في الرسالة واضحة لحدود مصر المعترف بيها بالنسبة لنا وعلى رأسها الحدود الشمالية الشرقية